وفي قواف العطاء واستعداداً لشهر رمضان المبارك وكعادته بدعم الأسر المتعففة باشر البنك الكويتي للطعام والإغاثة بتنفيذ حملته الإغاثية لأكثر من ألفي عائلة الحملة تأتي في سياق الاستجابة للهدف الأسما لهذه المؤسسة الخيرية في مد يد العون لكل محتاج والاستجابة الإنسانية السريعة انطلق البنك الكويتي للطعام والإغاثة في مقره في منطقة السليبية بحملته الخاصة بشهر رمضان المبارك لهذا العام وذلك بتوزيع الحصص الغذائية على الأسر المتعففة نقدم عدد أسر 2500 حالة وأسرة طبعاً تختلف الأسر ما بين أرامل ومطلقات وأسر متعففة أو ذوي مدخول ضعيف عندنا السلة الرمضانية تتكون من عدد كبير من المواد الأولية أو التموينية مثل ما نقول تكفي تغطية أسرة متوسط عددها من خمسة إلى ست عدد أفراد السلة الغذائية تضم المواد الاستهلاكية الضرورية لتجهيز الأطباق الرمضانية والتي تختلف كمياتها حسب عدد أفراد كل أسرة من بداية تأسيس البنك الكويتي للطعام والإغاثة كان عندنا تسجيل مسبق في الموقع الإلكتروني من ثم يتم الاتصال أو مقابلة معيل الأسرة أو الشخص المسؤول عن الأسرة ويتم أخذ بياناتهم إحصاء عدد أفراد الأسرة تتضمن المواد التموينية أكيد عندنا دي آي كرتون دي آي وعيش تراوح من خمسة إلى عشرة كيلو وباج المواد التموينية من دهن إلى عدس وهذه الأمور التي تساعد الأسرة لتغطية إحجاجاتها في شهر رمضان العديد من أفراد الأسر الميسورة يتوافدون يوميا حسب حجوزاتهم الإلكترونية إلى مقر البنك الكويتي للطعام والإغاثة لاستلام سلتهم الغذائية كخطوة استباقية استعدادا للشهر الفطيل جيهان حبيب تلفزيون دولة الكويت